ثمن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الجهود التي تبدلها المنظمة الدولية للهجرة لضمان الهجرة الآمنة والمنظمة والإنسانية معربا عن تقديره لعلاقات التعاون المثمرة والممتدة مع المنظمة وخلال لقاء عقده مع مديرة المنظمة الدولية للهجرة إميبوب أكد مدبولي حرص مصر على تبني نهج شامل لحوكمة الهجرة بحيث لا يقتصر على الجوانب الأمنية فقط بل يمتد ليشمل الاهتمام بالجوانب التنموية المرتبطة بها وأشار مدبولي إلى أن مصر واجهت تدفقات متزايدة من المهاجرين بلغ 9 ملايين مهاجرا حاليا وفقا للدراسة التي أجرتها المنظمة الدولية للهجرة